السلام عليكم ورحمة الله ما هو الموقف من الائتلاف الوطني السوري؟ إخواني المتابع للأحداث يرى بوضوح أن العالم الغربي ومعه الكيان الصهيوني كان راضيا بل داعما في الحقيقة للمجازر ضد الشعب السوري المسلم أكثر من سنة ونصف والنظام النصيري المجرم يقتل ويغتصب ويعذب ويشرد والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنا إلا بتصريحات خبيثة تتركز حول الاستياء من ظهور فصائل مجاهدة نقية تسعى بعد التخلص من الأسد إلى إقامة حكم إسلامي وتصريحات تخشى من وقوع الأسلحة الكيموية في أيدي المجاهدين ومن تهديدهم للكيان الصهيوني وتصريحات تخشى من أن يتسبب طول أمد الصراع في سوريا إلى اكتساب هذه الفصائل المجاهدة شعبية وتأييدا كبيرا لدى الشعب السوري لذا فقد عامل المجتمع الدولي خلال هذه الفترة على تشكيل كيان سياسي عسكري لا ليسقط به نظام الأسد فهذا النظام ساقط لا محالة بل ليمنع به قيام كيان إسلامي نقي بعد الأسد وتدخل المجتمع الدولي في بعض الأحاين للإبقاء على الأسد إلى حين ضمان تباعية هذا الكيان وإنهاك الشعب السوري والفصائل المقاتلة لترضى بتقديم التنازلات وعندما أصبح الوقت مناسبا وتنامت الظاهرة الجهادية في سوريا وكادت تقطف الثمرة إذا بالمجتمع الدولي يطل علينا بما يسمى الائتلاف الوطني السوري ما الهدف من تشكيل هذا الائتلاف؟ أولا يراد لهذا الائتلاف أن يصبح دمية جديدة مكان النظام النصيري تضمن به القوى الغربية مصالحها في المنطقة ويضمن به الكيان الصهيوني استمرار دور تأمين حدوده الذي مارسه النظام النصيري لأكثر من أربعين عاما هذا إخواني ليس توقعات ولا تحليلات بل هو منطوق تصريحاتهم فها هو رئيس الوزراء الصهيوني بن يمين نتنياهو يقول أول أمس الأربعاء أن بلاده تواجه تحديا جديدا في سوريا لوجود قوى تابعة للجهاد العالمي أكثر عداء لإسرائيل في هذا البلد يعني من العداء الذي تظاهر به نظام الأسد من قبل ولهذا قامت المدفعية الصهيونية بقصف قوات مقاتلة سورية يوم الأحد الماضي كانت تحاصر قوات للأسد وتتفاوض معها على الاستسلام فتدخلت المدفعية الصهيونية لفك الحصار عن قوات الأسد ثانيا يراد لهذا الائتلاف أن ينشئ دولة ديمقراطية بالاسم غربية التبعية في الواقع لتفويت الفرصة على المجاهدين الذين يسعون إلى تكليل جهاد الشعب السوري بإقامة دولة إسلامية لذا فقد أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند الثلاثاء الماضي أن فرنسا تعترف بالائتلاف السوري الوطني بصفته الممثل الوحيد للشعب السوري وبالتالي الحكومة المؤقتة المستقبلية لسوريا الديمقراطية ركز هنا على عبارة لسوريا الديمقراطية والذي يظن أن سوريا بعيدة عن قيام دولة إسلامية فيها وأن الغرب لا يحسب حسابا لهذا هو في غاية الغفلة عن الواقع وقد أصابته لوثة العجز وعقدة النقص والضعف واليأس التي يراد تكريسها في نفوس المسلمين ثالثا وهو الأهم الدور الأهم لهذا المجلس يراد لهذا المجلس أو لهذا الاتلاف أن ينوب عن القوى الغربية في مقاتلة المجاهدين وتصفيتهم فالصورة التي يراد رسمها الآن على النحو التالي تشكل اتلاف من قوى معارضة لنظام الأسد هذا الاتلاف يتمتع بالشرعية الدينية والاجتماعية إذ على رأسه شيخ وابن شيخ صاحب خطاب ديني ومن عائلة عريقة لها مواقفها المهمة المعلنة لهذا الاتلاف هي الإطاحة بنظام الأسد ووقف المعاناة الطويلة للشعب السوري مهمة عظيمة صعبة لا تستغني عن الدعم الدولي زعمه المجتمع الدولي على استعداد لتقديم هذا الدعم لكنه قلق من وجود عناصر متطرفة قد تسيء استخدام هذا الدعم إذن سيدعو هذا الاتلاف الفصائل المجاهدة إلى الانضواء تحت رايته والتخلي عن بعض تروحاته المقلقة للمجتمع الدولي طبعا لن تقبل هذه الفصائل بهذه الشروط عدم قبولها تمزيق للصف وتفويت للفرصات التاريخية من تحصيل الدعم بزعمهم إذن ففي عيون الشعب سيصبح وجود هذه الفصائل هو العقبة الكأداء أمام النضال في سبيل الحرية وجود هذه الفصائل هو السبب في استمرار معاناتهم بل إن النظام النصري مستفيد من وجود هذه الفصائل لأنها تطيل بقاءه وتنفر المجتمع الدولي عن المساعدة في محاربته إذن ما الحل؟ الحل هو في التخلص من هذه الفصائل المجاهدة لكن لها حضورا وشعبية لدى الشعب المسلم إذن لا بد من حملة لتشويه صورة هذه الفصائل الجهادية والقيام بعمليات دموية إرهابية ونسبتها إلى الفصائل الجهادية وافتعال المناوشات بينها وبين أتباع هذا الائتلاف الجديد وإظهارها على أنها تركت الحرب ضد الأسد وتوجهت لتكفير وتفجير أتباع ومؤيدي هذا الائتلاف هذه الصورة التي يراد رسمها وإقناع الناس بها هل ما أقوله إخواني هو استنتاجات وتشاؤم وسوء ظن؟ بل هو عين ما تصرح به القيادات الغربية بكل وقاحة فهذا هو أوباما ها هو أوباما يصرح بأنه يمتنع عن دعم الائتلاف لوجود عناصر متطرفة على الأرض في سوريا إذن ما المطلوب حتى يسمح بالتسليح التخلص من هذه العناصر؟ وهو أول أمس الأبعاء 14-11-2012 يقول لقد شاهدنا وجود عناصر متطرفة تندس في المعارضة ويقول كما تعرفون فإن أحد الأشياء التي يجب أن نحترس منها وبشكل خاص عندما نبدأ الحديث عن تسليح المعارضة هو أننا لا نضع بشكل غير مباشر الأسلحة في أيدي مجموعة ستضر الأمريكيين أو الإسرائيليين أو ستشترك في أعمال تضر بأمننا القومي طبعا هؤلاء يسمون المجاهدين عناصر مندسة وإلا فهم يعلمون أنهم نبض الشارع السوري ويحظون بتأييد شعبي متنامن وإلا لما خافوا من وجودهم وقد عبر رئيس الائتلاف الجديد الشيخ الخطيب عن ذلك إذ قال في أول تصريح له السبت الماضي إذ قال هذه لحظة تاريخية هذه لحظة تاريخية أرجو الله أن لا نخذلكم فلا تخذلونا أرجوكم يخاطب الشعب أريد أن يكون شعار الجمعات القادمة يا أوباما لا تخاف كلنا مع الائتلاف يا أوباما لا تخاف كلنا مع الائتلاف ثم يبدو أن بعض من حوله أطلعوه على أن هذا شعار مبالغ في الانبطاحية وإظهار التبعية فغير الشعار إلى يا أوباما اسمع اسمع كلنا مع الائتلاف وقال في هذا الخطاب أيضا نريد أول شيء أن نتوحد ولا يأتي شخص بتصريح على فضائية يخرب كل شيء ويعطي انطباعا أننا متمزقون إذن أصبح هو وجماعته الممثل الشرعي الوحيد ومن يصرح بأي شيء خارج عن السياسات الغربية فهو مخرب خرب كل شيء ومزق شمل الشعب السوري سبحان الله وظهرت التبعية وتنفيذ المخططات واضحة في قول هذا الرئيس للائتلاف في أول خطاب له أريد لافتات فيها شكر للرئيس الفرنسي ولافتات الشعب السوري واحد ولافتات عليها لا تطرف لا إرهاب افهم افهم يا حباب أريد أن تظهر تبيعة الشعب السوري وأن لا تكون هناك تطرفات في أفكاره إذن شكر لفرنسا وتطمين لأوباما وتبرؤ من التطرف والإرهاب من الذي يعرف التطرف ويحكم على فصيل بأنه إرهابي طبعا أوباما الذي نطمئنه وفرنسوا هولند الذي سيمدنا بالسلاح إذن في الدور المطلوب من الائتلاف هو ذاته الدور المطلوب من الصحوات في العراق وكرزايف أفغانستان وشيخ شريف الصومال محاربة المجاهدين ومنع قيام دولة إسلامية ولابد أن يكون ذلك على يد شخص له شرعية دينية من قبل مثل رباني وسياف أفغانستان وشيخ شريف الصومال لذا فتسمية هذه الصنيعة الغربية بالائتلاف تسمية مسمومة إنما هو تجمع ضرار لا ندعو إلى مبادرة هذا الائتلاف بالسلاح بل ندعو إخواننا إلى تجنب المواجهة معه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لكننا نخشى أن يبادر هذا الائتلاف بالعدوان ولا يدع لهم خيارا آخر في الخلاصة ما المطلوب من الشعب السوري ومن المجاهدين ومن الشعوب الإسلامية نقول باختصار أيها الشعب المسلم تذكر قول الله تعالى في سورة الأعراف بعد أن ذكر ما كان من قول فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون استعينوا بالله واصبروا العاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا كأنهم يلمحون بأن أذيتنا كان لها ارتباط بك يا موسى ففرعون قتل أبناءنا لخوفه من ظهورك نبيا يكون هلاكه على يديك ثم فرعون الآن يقتلنا ويستحيي نساءنا لأننا آمنا بك وقد طال البلاء ولا نرى لهذه المعاناة من نهاية ملقوا موسى وأنهكوا وزلزلوا لكنه قال بلغة واثقة مطمئنة عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فقف أيها الشعب مع المجاهدين المخلصين الذين فدوك بأرواحهم وتركوا البلاد والأولاد ليدافعوا عن عرضك ولا ينفذون أجندة أحد إنما لتكون كلمة الله هي العليا اعتقاد أنه لا نصر للشعب السوري إلا بتدخل المجتمع الدولي اعتقاد فاسد وسوء ظن بالله نجلكم عنه أيها الشعب السوري بل إن الله عز وجل أراكم بشائر النصر على يد ثلة من المجاهدين لا تدعمهم أي دولة وما تكالب المجتمع الدولي إلا بعد ما رأى ما لم يتوقعه من انتصارات لهذه الفئة المؤمنة فتولوا إخوانكم والتفوا حولهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ثم يا ساداتنا المجاهدين في سوريا على اختلاف فصائلكم يا من تقاتلون نجدة لإخوانكم ولإقامة حكم إسلامي خالص إن حصلتم معية الله فمكر أولئك هو يابور فلستم أنتم من تقفون أمامهم حينئذ بل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وياتها الشعب الإسلامية الشام الآن هي الأمل لا يليق بها إلا أن تكون شام العزة والإيمان لا شام الذلة والتبعية والنفاق فالمدافعون عن آراض المسلمات الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا أولئك لهم عليكم حق الإعانة بكل الأشكال الممكنة فانصروهم ولا تخذلوهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والسلام عليكم ورحمة الله